مرت ثلاث ثنوات والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله سرا ويجتمع بالمسلمين في دار الأرقم ابن أب الأرقم بعيدا عن أعين قريش حتى نسلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وهذا وقت الجهر بالدعوة لماذا الناس مجتمعون هكذا محمد يقف على جبل الصفة ويقول إنه رسول من عند الله ويدعو إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام تبا يتا محمد ألهاب جمعتنا تبت يد أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحضب في جيدها حبل منه وحاول الكفار كثيرا منع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولما فشلوا ذهبوا إلى عمه أبو طالب يا أبو طالب محمد سب آلهتنا وأبعد الناس عن عبادته وساو بين العبيد وبيننا وقد جئنا إليك وقد جئنا إليك لتمنع ابن أخيك فلو أراد ملكناه إما أن يستمر في دعوته فهذا لن نقبله أبدا كوفه عنا يا أبو طالب وإلا قاتلناه وإياك حتى يهلك أحد الفريقين يا ابن أخي هذا ما قاله قومك ليه فما رأيك فقال الرسول صلى الله عليه وسلم والله يا عمه لو وضعوا الشمس في يمين والقمر في يسار على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يبهره الله أو أهلك فيه أو أهلك اذهب يا ابن أخي اذهب فقل ما أحببك فوالله والله لا أسلمك لشيء تكرهه أبدا وحاول كفار كريش انصرف الناس عن الرسول خوفا على نفوزهم من الدين الجديد محمد محمد كذاب لا تصدقه محمد كاه وليس نبيا محمد شاعر ولا يقول كلام الله محمد ساحر يريد أن يخضعكم محمد مجنون فلا تسمعوا لكلامه وصب كفار كريش غضبهم على المسلمين فعذابهم أشد ألوان العذاب وبكل الطرق آه أي أحد أحد فما كان من المسلمين إلا أن ثبتوا على دينهم أحد 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 ولما اشتد أذى الكفار للمسلمين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بعضهم بالهجرة إلى أرض الحبشة لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحدا مولاي عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من مكة يريدان مقابلتك فليتفضل يا هؤلاء قوم تريدون يا عمر أن أسلمك إياه الذين أتوا ليحتمون بي من أزاكم ها قد سمعت منك وأريد أن أسمع منهم لابد أن أسمع منهم كما سمعت منك أحضروا إلي هؤلاء المهاجرين فكلمه عمر في أنهم سبوا آلهتهم يا جعفر ما تقولون في عيسى قال جعفر بن أبي طالب نقولك الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العزراء البتول إن هذا الكلام حق وصدق خذ يا عمر أنت وصاحبك هديك فوالله لن أسلمه لكم أبدا وعاد عمر بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة وقد فشلت مهمتهما في إرجاع المؤمنين فزاد غيظة كفار كريش وإيذائهم للمسلمين في مكة ترجمة نانسي قنقر